الاهلي كلام كتير عن صفقات ولعيبة وتحديدا في الخط الهجومي وفيه برضو في الخط الدفاعي الاهلي بيفكر في مين في السفل اللي جاي بص هو يعني الكلام دلوقتي انت عارف الفرقة خلاص مسافرة بكرة والماتش والناس بتزعر من كلامك اللي أقوله لك لا لا على فكرة اني 90% من الأجانب اللي موجودة عند النادي الاهلي هيتغيروا السنة الجاي 90% اه يعني العشرة في الماء دي مودست موجود مش هو ده العشرة في الماء مودست 85% فخب لك لعيب والله يا كريم يعني هو لعيب بروفيشنال جدا هو حد يعني بس هو مستوى يعني مش بمزاجنا هي كرة قدم كده يعني السن والياقة والفترة دي لكن هو فانده بتقولي 90% من الأجانب هيمشوا اه ماشي من العرب للبقاء يعني المعلومة اللي عندي اني الأغلب ماشي كلهم ماشي اه بيما فيهم علي معلول بنسبة كبيرة يعني علي ممكن السنة الجامعة بقاش موجود مع الأهل علي واحد من اللعبة كبيرة جدا أنا أتمنى أن يبقى موجود وأتمنى أن هو يكمل لكن علي بياخد كريم مليون ونص المليون دولار من الناس بتتكلم نحن نخفض المبلغ يعني هو الرجل متمسك بالبجرد اللي بياخده فرافض إن هو فنادي الأهل عنده تحافظ بس في الحتة دي وارد إن علي مادة سنة مين ممكن يجي؟ أو الأهلي يفكر في مين؟ هو الأهلي شغال على تدعيم نص ملعب بحد أجنبي في زين الدين بالعيد في خط الدفاع في كلام على أجنحة أجانب في كلام على مهاجم تاني مع أسامة علي أجنبي كلام على مهاجم أجنبي أو مهاجم مصري؟ في حد مصري وفي حد أجنبي مين أجنبي ومين مصري؟ الأجنبي لحد دوقت ما عرفش بس المصري اتطرح أسماء كتيرة زي أسامة فيصل وزي كان عودة محمد شريف كان فيه كلام على أف الرجل كان مقتنع به في أكتر من حد بلال مظهر إيه؟ بلال مظهر قصته أن الأهلي عنده رغبة من فترة كبيرة أنه يجيبه واحد من العبل هتبقى في ريه خلاص بعد كام يوم يعني في شهر ستة النادي بتاعه ما نجحش أنه يجدد له الكلام مع والده كان صعب أنه يرجع وبتاعه والده رافض دلوقت الموضوع أسهل أنه يرجع لكن عنده عرض من مرسيليا عنده عرض من اندرلخت حتى عنده عرض من فريق أولمبياكوس وبيعب في بناسونايكوس هو عنده عرض من أولمبياكوس فممكن يروح أوروبا ولحد دلوقت ينظره 50-50 لكن الأهلي بيبدأ رغبة قوية في عودة بلال مصر أو يضم بلال مصر حلو